السلام عليكم يسعدني ويشرفني أن أشارك معكم هذا الحدث العظيم لنتعلم جميعا حسن التوكل على الله وكيف يتم طلب حفظ الله لنا. عندما ذهب هذا القائد العظيم عقب بالنافع رضي الله عنه لفتح شمال إفريقيا. أصدر أوامره إلى كتيبة من الجيش لتقوم ببناء مدينة القيروان في تونس لتكون قاعدة حربية للجيش. فذهبت الكتيبة لتنفيذ أوامر القائد عقبة فوجدت المكان الذي ستبني فيه المدينة هو عبارة عن أحراش عالية وأودية واسعة تسكنها الأسود والذئاب والثعابين والضباع. فرجعوا إلى القائد عقبة وقالوا له إنك أمرتنا بالبناء في شعاب ومستنقعات فيها السباع والذئاب والحيات ونحن نخاف من السباع والحيات وغير ذلك من دواب الأرض. فقام رضي الله عنه على الفور ليصلي لله ركعتين. التوجه إلى الله عند هؤلاء سريع. الالتجاء إلى مفرج الكروبات وقاضي الحاجات عند هؤلاء العظماء لا يتأخر. رفع ملف القضايا الشائكة إلى ملك الملوك عند هؤلاء الربانيين لا يؤجل. قام القائد عقبة فصلى ركعتين وكان في عسكره خمسة عشر رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فجمعهم وقال لهم إني داع فأمنوا فقام ودعا الله عز وجل طويلا والصحابة والناس من خلفه يؤمنون. ثم خرج رضي الله عنه مترجلا حتى صعد على صخرة في وسط الغابة وقام ينادي سكان الوادي بصوت عال مرتفع جهور. أياتها الأسود، أياتها السباع، أياتها الحياة، أياتها الضباع، أياتها العقارب، أياتها الذئاب. نحن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، جئنا نفتح الدنيا بلا إله إلا الله، محمد رسول الله، فارتح لي عنا واخرجي سالمة، فإنا نازلون، ومن وجدناه بعد ذلك، فلا لوم علينا إذا قتناه. وقف الجيش كله يتعجب أشد العجب من كلمات ونداءات القائد عقب بالنافع للحيوانات متسائلين، أيخاطب أسودا، أينادي ذئابا، أيحدث ضباعا، أي ناشد ثعابين وأفاعي، لكن عقبة رجل عظيم وقائد ملهم، حفظ الله في كل شيء، وانظروا كيف حفظه الله، وكيف سخر الله له كل شيء، ما هي إلا لحظات يسيرة حتى خرجت الحيوانات كلها عن بكرة أبيها، خرجت الأسود تحمل أشبالها، والذئاب تحمل جراءها، والثعابين تحمل أفراخها في مشهد لا يرى له في التاريخ مثيل. كم نطلب الله في كل ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصينه، ونركب الجو في أمن وفدعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. وعند خروج الحيوانات طائعة وملبية نداء القائد عقبة، حاول بعض الجنود قتل بعض منها، فنادى عقبة في جنوده، وقال لهم كفوا أيديكم عنها حتى ترتحل عنا، فلقد أعطيناها الأمانة، وعاهدناها باسم الله ألا نؤذيها، فكيف نخون عهد الله وننقض عهدنا معها؟ ها هو أستاذ البشرية، ومعلم الإنسانية، ومنقضها من الظلمات إلى النور، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما في التلمذي يوس بن عمه العباس بوصية غالية، رسم فيها طريق النجاة من الهلاك، ألقاها له من فوق دابة، لم يلقها من فندق ضخم، ولا من برج عال، ولا من قصر مشيد، ولا من حديقة غناء، أو من صالة كبيرة، إنما ألقاها من فوق ظهر الدابة، وبكلمات مجزة، وعبارات بليغة، فيها قواعد مهمة، وتعليمات وتوجيهات نافعة، ووصايا قيمة. وهذه الوصية ليست خاصة بابن عباس رضي الله عنهما، إنما هي لكل الناس، للملوك، والوزراء، والأمراء، والرؤساء، والموظفين، والأطباء، والمهندسين، والتجار، والعمال، والفلاحين، والأبيض والأسود، والرجال والنساء، بل هي للأولين والآخرين، يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت، فاسأل الله، وإذا استعنت، فاسطعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء، لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف. مع تحياتي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودمتم سالمين.